اشتركوا في القناة مسلسل دا لاست دانس مسلسل مكون من عشر حلقات عشر حلقات طوال كل حلقة فيهم اعتقد بتقترب من خمسين دقيقة ان لم تكن بتتعدل خمسين دقيقة وانا اعتقد ان دي اول مرة نراجع عمل وثائقي وان كنت مش متأكد بالنسبة مية في المية بس حقيقي دا مسلسل يدفع المشاهد انه يحب يتكلم عنه بعيدا عن النقد بعيدا عن الكلام دا كله دا حقيقي مسلسل كل محبي الرياضة المفروض يتفرجوا عليه والمفروض يشاركونا بقراءهم من اللي هم تفرجوا عليه شيء غني جدا وثري جدا ومليان زوايا انسانية ومليان زوايا شخصية ومليان زوايا رياضية ومليان زوايا ليه علاقة بالعالم العمل موضوع كبير بجد يعني استبعد ان في حد يتفرج على المسلسل دا وما يتعلمش منه حاجة The Last Dance دا العنوان اللي اطلقه فيل جاكسون مدرب الشيكاغو بولز في حقبة التسعينات على الموسم الاخير لفريق النجوم الكبار اللي كان بقيادة مايكل جوردن واللي في عالم الان بي ايه بيعرف على انه احد اعظم الفرق في التاريخ ان لم يكن اعظم فريق في التاريخ وده العام اللي كان الفريق كله عنده دراية وشبه تأكد من ان دي اخر سنة حيلعبه فيها مع بعض لان مايكل جوردن كان كبر جدا وكان فيه اتجاه من الادارة انهم يمشوا المدرب وانهم يصنعوا فريق جديد ولكن الموضوع ما بيركزش فقط على هذا الموسم هو بيتخده كبصلة بيسافر فيها او بيسافر منها في الزمن لحقب اخرى ولمراحل اخرى من عمر الفريق ومن عمر مايكل جوردن لانه هو يعتبر بقرة المسلسل الرئيسية عشان نحكي حكاية الفريق ده كله على بعضه عشان نحكي حكاية المسيرة الرياضية الحافلة بتاعت مايكل جوردن على بعضها قبل ما اتكلم عن الانطبعاتي لازم برضو تعرفوا انا بالنسبة لعالم كرة السلة والان بي ايه ومايكل جوردن وكلام ده انا فين بالزبط علشان المنظور كل حاجة زي ما اتفقنا يعني انا ما بحبش كرة السلة انا وانا صغير قوي كنت شايف ان كرة السلة دي لعبة سهلة جدا واحد يمسك الكرة ويطلع يجري بيها لغاية لما يحطها في البسكت وخلاص يعني وبعدين لما علموني ان ما ينفعش حد يمسك الكرة ويجري بيها هو لازم اعمل لها دريبل بقت في رأيي انا اصعب لعبة في الدنيا ليه يا جماعة سحر حجري عارمي من هناك تنزل في البتاع فده انطباعي عن كرة السلة كنت بعبها مع اصحابي على سبيل التهريج والكلام ده كله ولما انا كنت صغير فكرة الفضول الرياضي ده احنا بنتكلم في التمانينات في التسعينات في الحبة دول يعني لا كان عندنا دش ولا كان عندنا يوتيوب ولا كان عندنا سوشل ميديا ولا كان عندنا اي حاجة من الكلام ده ومع ذلك مفيش انسان على الكرة الارضية ما كانش يعرف مين هم الشيكاغو بولز ومين هو مايكل جوردن وكنت اعرف ناس كتير بحكم ان كان ليا اصحابي في المدرسة والكلام ده كله بيلعبوا بسكتبول ضروري كنت اعرف مين هو دينيس رودمان مين هو باتريك ايوينج مين هو ماجيك جونسون مين هو لاري بيرد مين هو كارل مالون دي حاجات احنا كنا عارفينها لان الحقبة دي والناس دي وعلى رأسهم الشيكاغو بولز وعلى رأيهم وعلى رأسهم مايكل جوردن اخترقوا كل الحدود اللي ممكن حد يتخيلها في الدنيا نعم احنا ما كناش بنتفرج على ماتشاط باسكتبول بس كنا عارفين كل حاجة عن الناس دي من الجرايد من المجلات اللي كانت بتوصل لنا من شرائط الفيديو اللي كنا بنبصيها البعض والبناء الاعظم بالنسبة لنا كان في اولمبياد اتنين وتسعين والامبياد ستة وتسعين الى دخلهم بالدريم تيم وكلام ده كله من ناحية عايز اعرفكم انا علاقتي بالموضوع ده عاملة ازاي ما هياش وطيقة قوي ومن ناحية التانية لازم تعرفوا تأثير الناس دي في الحقبة دي كان عامل ازاي مفيش شاب مفيش مراهق مفيش حد في العالم مش هقول في مصر في العالم ما كانش عنده حاجة عليها شعار الشيكاغو بولز وكان معتز بيها جدا 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 لاسباب هو شخصيا ما يعرفهاش الفيلم زي ما بنقول واخد مايكل جوردن كبقرته الرئيسية ولكن الموضوع اللي احنا بنتفرج عليه اغنى من كده بكتير وزي ما بنقول مسيرة الفريق نفسه والتقلبات بتاعت الفريق لان انا مش عايز احرق تفاصيل في المسلسل مع انه هو بيحكي حكاية وطقيقية معروفة لكل الناس تقريبا بس برضو يعني انعكاس التأثير وانعكاس المسيرة ومعرفة الفريق ده قبل الحقبة بتاعت مايكل جوردن كان عامل ازاي واثناء الحقبة بتاعت مايكل جوردن كان عامل ازاي وبعدها بقى عامل ازاي شيء اساسي قوي علشان الناس تفهم تأثيره على الفرقة دي كان عامل ازاي علشان الناس تفهم يعني ايه صناعة فريق بطل يعني ايه يكون عندك احسن لاعب في العالم ومع ذلك لسه نقصك حاجات علشان تبقى فريق بطل يعني ايه علاقة ما بين فريق رياضي وما بين إدارة رياضية يعني ايه نكون فريق يقدر يكسب مع الوضع في الاعتبار تركيبة البني قدمين اللي موجودة جواه يعني ايه ضغوط موجودة على فريق ما عادش فاضله اي حاجة في الدنيا غير انه يحقق لقب الدوري الامريكي اللي هو الان بي ايه يعني ايه تقدر توجد لنفسك دافع علشان تكسب سنة بعد سنة بعد سنة يعني ايه تسويق رياضي يعني ايه علاقة مع الصحافة يعني ايه علاقة مع المتابعين يعني ايه الامور دي كلها انا اعتقد ان المسلسل ده من الحاجات المهمة جدا اللي ممكن تساعدنا علشان نفهم الحاجات دي لما نيجي نتكلم عنها عشان احنا نتكلم كتير احنا احنا كبشر من عيوبنا في الحياة احنا بنتكلم كتير وبنفتي كتير وبنفتكر ان اقل القليل من المعرفة في مواضيع معينة بيؤهلنا ان احنا نتكلم عليها زي ما نكون فهمين احنا بنتكلم عن ايه فانا مش جاي اقولكم يا جماعة تعالوا نوقف الفاتيه ما انا بفتي زي زي بقيت الناس او يا جماعة تعالوا نبطل الهارية وكلام لا بس تعالوا نتفرج على ده عشان لما نيجي نتكلم يمكن المرة دي نكون متعلمين حاجة او كنين يفيدونا في الدنيا المسلسل بيخرج كل شوية خارج الاطار بتاع حياة مايكل جوردن ومسيرة مايكل جوردن عشان يعرفنا ببعض النجوم التانيين وبعض الاسماء التانية في هذه الحقبة فيه جزء كبير قوي مخصص لمسيرة سكوتي بيبن اللي كان لعب مهم جدا في الشيكاغو بولز فيه جزء رائع مخصص لبروفايل شخصية دينيس رودمن دينيس رودمن ده يا جماعة is the Abraham Seid of all Abraham Seid's ومع ذلك عمل مسيرة يعني برضو علشان الناس تفهم يعني ايه bad boy يعني ايه شخصية مشاغبة شخصية مش متزنة من الاخر يعني عنده مشاكل بالهبل ومع ذلك عرفه يوظفه جوه فريق عشان يبقى بطل وعشان يبقى اسم للتاريخ ويقدر يصنع حاجة الناس كلها عمرها ما حتنساها مع عدم قدرة الناس على انكار انه هو فعلا كان عنده مشاكل كتير وزي ما بنقول البقرة بتاعتنا هي حياة مايكل جوردن والفيلم او المسلسل بيتهم اصلا بان هو لمع مايكل جوردن اكتر من اللازم وانا شايف ان ده مش حقيقي على الاطلاق الشق اللي ممكن اتفق عليه هو انه قدم بروفايل ريادي للشخصية بشكل وافي جدا نخدوا بالكم المسلسل زي ما بنقول احداثه او او الزمنه او المادة اللي بنتفرج عليها كبيرة جدا فبتسمح قوي بان احنا نتعمق بشكل كبير يعني مثلا انا دلوقتي بتفرج على وثائقي اخر موجود على نتفلكس اسمه من مشاكل معاه ان زمن الحلقة بتاعته قسيرة جدا ما بنلحقش نتعمق في البروفايل بتاعت الشخصيات اللي احنا بنعدي عليها لكن ده لأ ده خد حقه وتعمق جدا ورسم صورة متكاملة للشخصية الرياضية الشخصية الانسانية فيها فجوات انا حاسس انها كان فيه تحفظات على حاجات معينة انها تتقال او بمعنى اصحي لما جينا نطرح الاسئلة ترحم فقط الاسئلة اللي مايكل جوردن شخصيا كان عنده اجابات عليها او عنده حاجات يرد بيها ولكن ان احنا نتخيل ان المسلسل بيلمع مايكل جوردن اكتر من اللازم يعني عيب والله يعيب انا حكيت لكم في البداية الرجل ده تأثيره كان عامل ازاي احنا كنا بنلبس مركاته وكنا بنتجنن على اسمه وكنا متابعين كل حاجة واحنا ما نعرفش اوي في الفترة دي واحنا صغيرين ده مين اصلا ده بيعمل ايه يعني هو ليه احسن عيب كرة تسلى في العالم الحاجات دي كلها ما عرفناش غير بعدين لما فضلنا بالشخصية مع ان فتحنا على الانترنت مع الكلام ده كله دفعنا لان احنا نبحث وندور ونقرأ ونعرف اكتر وانا عامل اقول احنا 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 دي عمال عيد وزيد في بتاعي انا اللي انا بمثله وانا هقعد عيد وزيد في النقطة دي كتير في الفترة اللي جاية فخليكم مركزين معايا مايكل جوردن بنتعرف من خلاله من خلاله يعني ايه قيادة يعني ايه الجانب الجميل من القيادة ويعني ايه الجانب القبيح من القيادة لان مايكل جوردن واحنا عارفين ده كويس طول عمرنا ما كانش ملاك وكان شخصية ممكن تكون قصية جدا وممكن تكون عنيفة جدا لو محتاج يعمل كده يعني ايه اعداد بدني ايه هي مسئولية الاعداد البدني الواقعة على اللعيب نفسه يعني ايه اعداد نفسي ايه هي مسئولية الاعداد النفسي الواقعة على اللعيب نفسه اللعيب امتى يعرف ايه هو الوقت اللي محتاج فيه ياخد اجازة وايه هو الوقت اللي محتاج يشتغل فيه الكوتش على عيني وعلى رأسي الادارة على عيني وعلى رأسي البرنامج العام على عينيه وعلى رأسيه وطبعا احنا بنتكلم على اعلى مستوى على الدراية والعلم والفنيات اللي ممكن تتصورها في اي مجر ياضي في الدنيا ولكن الشخص حاجة تانية كل الكلام ده ممكن يترص قدام بني آدم يتعامل معاه غلط ما يحققش منه اي حاجة وعشان كده العالم ما فيهوش خمسميت مايكل جوردن علشان نقعد نتكلم عنه هو كمان تعامله الشخصي مع الادوات التسويقية كان عامل ازاي مع الاعلام عامل ازاي علاقته مع الادارة عامل ازاي معرفته الشخصية ودرايته بهو نفسه ايه هو الصح لي وايه هو اللي محتاج يعمله المسلسل على المستوى التقني وعلى مستوى البناء قايم بالاساس على كتيرة جدا وعلى مادة فيلمية عريضة جدا سواء من امام الكواليس او خلف الكواليس حاجات احنا عارفينها او الناس عارفاها يعني شافوها في التلفزيون احنا كان عندي انا شخصيا برضو البروفايل بتاعنا احنا عنده متعة ان في حاجات من دي بيتعرف عليها الاول مرة احنا عارفين كتير عن تاريخ واسطورة الشيكاغو بولز بس مشوفناش كل الكلام ده احنا اتفرجنا على مواسم جوه الفيلم حقيقي ما كنتش عارف هو الشيكاغو بولز كسب ولا ما كسبش فالموضوع دوت في حد ذاته فيه متعة كبيرة جدا فلسفة المونتاج عظيمة فكرة الانتقال ما بين هذا الارشيف المرعد من اللقطات بالاضافة للانترفيوهات والمقابلات اللي اتعاملت مع عدد كبير جدا من اللاعبين والصحفيين والمشاهير بتاعت هذه الفترة ودمج ده مع بعضه في اسلوب سرد سالس بينتقل زمنيا من غير ما يلغبطك بيقلب الفوكس بتاعه ما بين شخصية لشخصية اخرى من غير ما يربكك وان كان يحسب عليه انه في بعض الاحيان كان بيتطرق لمواضيع هو عارف انها جماهريا ممكن ما تكونش مهمة اوي فكان بيقلب فيها شوي زي بعض الشخصيات اللي مش بلا معان مايكل جوردن ولا دينيس رودمن ولا كارل ملون ولا ريجي ميلر ولا الناس دي كلها في حاجات كده عدين عليها زي ما تكون مش مهمة اوي وبرضو المسلسل في الحتة دي ممكن يكون خات جانب مش قصده يزعل مايكل جوردن في عدم التعامل الكثيف اوي مع الشخصيات اللي هو شخصيا ما كانش بيحبها بس ده ما يقللش من الموضوع وما يقللش من اعتماده رغم كل المواد اللي موجودة عنده على الانترفيوز على اللقاءات مع اللعيبة وهنا يا جماعة في نقطة مهمة جدا نفسي الناس تدركها الرياضة الامريكية الرياضة الامريكية بشكل عام والرياضات المنظمة الجماهرية الجماعية بشكل خاص اللي ايما في امددها العريض من اللاعبين على نظام الدرافت يا جماعة بيؤهل ان بنسبة مهولة باغلبية عظمى اللي بيلعبوا باسكتبول في امريكا في الان بي ايه دول نالوا تعليم جامعي يمكن اغلبنا مع كامل اللي احترموا لجماعة اللي حضراتكم يعني عمرهم ما اتطلعوا عليه ولا عمرهم شافوه دخلوا جامعات احنا عمرنا ما نحلم نخشها برضو مش كل الناس يععمل في ناس كتير جامدة وتعرف كل حاجة في الدنيا الناس دي اغلبهم معهم درجات علمية جامعية شديدة حقيقة شديدة يعني علشان في امريكا علشان بتاخد منحة علشان تخش جماعات طبعا جوا جامعة التركيز الرئيسي بتاعك على اللعب بس برضو انت بتحضر حاجات عشان تاخد الشهادة بتاعتك وتاخد الموضوع ده فالموضوع الناس دي لما تتكلم من الاخر يعني نسمع مش زي ناس كتير عندنا كده احنا في ناس بتقع في الغلطة ان هي بتاخدهم زي ما يكونوا حاجة المفروض نسمعها او المفروض نفهم الناس دي في دماغها ايه على اساس ان في دماغها حاجة قوي يعني هم لا في دماغهم حاجة ولا فيه اي هوى ورصدهم التعليمي والثقافي شيء مخجل مع كامل الاحترام لانجازاتهم الرياضية بس مش كل صاحب انجاز رياضي يستحق ان هو يتسمع مش ضروري عنده ما يكفي اللي يخلي كلامه مفيد دول حاجة تانية دول حاجة تانية دول لما يتكلموا محتاجين نسمع محتاجين نتعلم يمكن نطلع بحاجة مفيدة من وراهم المسلسل ممتع بشكل فوق الوصف الدراما الرياضية اللي موجودة جواه لو في حد حاول يكتبها في سيناريو ممكن يتقال عليه بيبالغ الدراما الانسانية اللي موجودة جواه لو حد حاول يكتبها في سيناريو ممكن يتقال عليه بيبالغ انا بقى شخصيا وانا بقول الكلمتون دول ما ببالغش المسلسل مليان توستات مليان لحظات تصاعر الدرامي مرعبة مليان لحظات ساحرة مليان لحظات معجزات حاجة فوق الوصف اللي ما شافش المسلسل أنصحه جدا أنه هو يتفرج عليه متاحا على نتفليكس تقييمه الشخصي عندي أنا هو تسعة من عشرة وكمان مرة محب الرياضة لو فاتهم هذا المسلسل يبقى فاتهم كتير جدا أحب أعرف انطبعات حضراتكم عن المسلسل لو كنتوا شفتوه ياريتوا تساهموا كل ده في الكومنس ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاركوا لايك الحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا قرص التنبيه عشان تكلكم الحلقات أول بول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو بوديو وبي باي